ده الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أطلق الرئيس عبد الفتاح سيسي إشارة البدء لإنطلاق مبادرات كتف في كتف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن ما نشهد ما هو إلى تأكيد لإرادة هذا الشعب الباسل وإظهر لقدرته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح وأشهد الرئيس السيسي بجهود التحالف الوطني التي لا يمكن إنكارها على مستوى كافة محافظة جمهورية مقدما الشكر لكل من شارك من مؤسسات وجهة فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني والتنموي وخلال الحدث الخيري الأكبر الذي نظمه التحالف الوطني لعمل أهلي التنموية أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المكان شهد بالأمس القريب إطلاق المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة وأضف الرئيس السيسي أن حياة كريمة تهدف لتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد كما قال الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف إنه منذ تسع سنوات واستجابة لنداء الشعب شرفت بالتحمل مسؤولية هذا الوطن أو شرفت بالتحمل مسؤولية هذا الوطن مستعينا بالله على هذه الأمانة ومعتمدا على ثقة في قدرات المصريين وأجدد الرئيس السيسي العهد بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء لتجاول الأزمات وتحقيق التنمية داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق المستقبل يتناسب مع طموحاتهم أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الصحفيين والنقيب الصحفيين أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب النقيب الصحفيين بعدد أصوات بلغت 2450 صوتا بينما حصل منافسه الأبرز الكاتب الصحفي خالد ميري على 2211 صوتا وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات النقابة الصحفيين أحمد مرسي قال إن إجمالي الحضور بلغ 5062 صوتا وإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 4888 صوتا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 174 صوتا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا ارتكبت ما وصفها بجرائم حرب في أوكرانيا وأضاف بايدن أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له ما يبرره ودعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا وذلك منذ الحرب في أوكرانيا في 24 من فبراير شباط 2022 ينتهي اليوم العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر بوانئ البحر الأسود وأكدت الأمم المتحدة أنها تفعل كل ما يمكن لضمان استمرار اتفاق الحبوب وأبلغ مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتين جريفث من مجلس الأمن أنه جرى إحراز تقدم جيد بشأن تعهد آخر من الأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل تصدير الأغذية والأسمد الروسية لافتا إلى أن هناك معوقات لا تزال قائمة لا سيما فيما يخص نظام السداد وشدد المسؤول الأممي على أنه من المهم لأمن الغذاء العالمي أن يستمر هذان الاتفاقان وتنفيذهما بالكامل وكان الكريمل قد أكد أمس استمرار تمديد العمل بالاتفاقية لمدة ستين يوما فيما تطالب أوكرانيا باستمرارها ضعف المدة ورياضيا أنعاش الأهل أمال في بطولة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيف القدم الكاميروني بأربعة أهداف دون رد في مبارلة أقيمته بمدينة جاروال كاميرونية وذلك في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية للمصابقة سجل محمود عبد المنعم كهرباء ثلاثة أهداف فيما سجل جنوب أفريقي برسيتاو الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين وبهذا الفوز رفع الأهل رصيد إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارقين نقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن ساندعونز الجنوب أفريقي المتصدر والذي ضمن التأهل لدور الثمانية وفي البطولة نفسها خطف شباب بلوزداد الجزائري بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في ملعب خامس من يوليو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة وسجل ذكرية داروي الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة الخامسة والسبعين وأضف لني الإيوالة الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والسبعين وبهذا الفوز رفع بلوزداد رصيد إلى تسانقات في وصفة ترتيب المجموعة الرابعة ليلحق بالترجي التونسي المتصدر بعشرة نقاط إلى ربع النهائي بينما توقف رصيد الزمالك عند أربع نقاط في المركز الأخير